نهار ده في الاخبار الحياة في عدد كبير جدا من الاخبار هبتديها من لقاء مهم اجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل تم اعلان تفاصيل وربما مش هتلاقوه في بعض جرايد بكرة لانه كان يعني استمر الوقت متأخر كان لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية طبعا زي يمكن انا كنت بتكلم من بارح في مسألة مسابة السك اللي كان بيقولها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقالها في حوار شهير وبعض الناس قالوا طب ما الرئيس قال مسابة السكة طب ليه ما بنشاركش السعودية في الحرب لا طبعا دي حاجة ودي حاجة وانا يمكن قلت تفسيري الخاص ويسعدني في الحقيقة انه الرئيس استخدم التفسير ده النهاردة لانه طبعا يعني معلوم بالعقل في رده على عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية اللي كانوا موجودين معاه النهاردة الرئيس اتكلم طبعا استدعى انه غزو الكويت عام 91 كانت ضربة الاولى لوحدة الصف العربي انه الامة العربية تستمد قوتها من ترابطها وانه الدول العربية وصى بعدم اساءة اي دولة عربية الى اخرى اتكلم عن احد الدول العربية لم يسميها بالاسم طبعا قطر يقصد اللي وجهت اعلامها ضد مصر لسنوات طويلة ثم في عندما انحاز المصريون لمستقبلهم ضد الجماعة الارهابية فضلوا يهجموا مصر ويهجموا السلطة في مصر لكنه لم يرد الاساءة بالاساءة في موضوع مسافة السكة كان الرئيس واضح جدا انه بيقول انه هذا المنطق لا يزال قائما لدى مصر ولا لدى المصريين عندما يتعرض اي بلد عربي السعودية الكويت البحرين الامارات عمان اي بلد عربي يتعرض لاي خطر يهدد امن القوم وتماسكه تتحقق هنا كلمة ووعد مسافة السكة وضح ده طبعا للصحفيين الكويتيين اللي كانوا موجودين النهاردة معاه في هذا اللقاء لكنه شدد على ان مصر لا تتدخل ابدا في اشأن بلدان اخرى واكد عدم التدخل في شؤون سوريا واحترام ارادة شعبها ومكافحة الارهاب والعناصر المتطرفة مع العمل على التواصل لحل سياسي للازمة يحفظ وحدة وسلامة الاراضي السورية ويفسح المجال البدء في جهود اعادة الاعمار وشدد في اخر اللقاء على ان مصر لن تتردد في ارسال قوتها الى دول الخليج الشقيقة ومن بينها الكويت العزيزة للدفاع عنها اذا لاحظ لاحظ لو سمحت عشان في بعض الكتاب في دول الخليج كتاب سعوديين بيحبوا الازمات ونظائرهم هنا في مصر بيحبوا يعملوا الازمة لا هو الراجل بيقول اذا تعرضت لاي اعتداء اعتداء او تهديد مباشر مشانا اواخد الجيش ورايح سوريا فعايز مصر معايا واقول له مسافة السك لا دي حاجة ودي حاجة مشانا رايح اخزه بلد تانية واقول للمسافة السك لا دي حاجة ودي حاجة دي بقى قرار يخضع لكل لارادة ورغبة وقرار سياسي وسيادي وعسكري يتفق مع مصطحة كل بلد لا تلزم به البلد الاخرى نحن نحترم السعودية ونحترم قراراتها وعلى السعودية ان تحترم ايضا مصر وتحترم قراراتها وعلى الاعلام ان يتعامل مع هذا الامر بالاتزان المطلوب ايه الاتزان المطلوب؟ ان يا جماعة في حاجات مسكوت عنها لو طلعت ممكن تبقى شكلها فتنة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعاصمنا من هذه الفتن الحقيقة لقاء مهم جدا جدا وكلامهم والرسائل الرئيس للكويت والخليج كله رسائل مهمة مصر اللي هي تزال حريصة على الحل السياسي في سوريا مزيد من الحرب يعني مزيد من الدمار يعني مزيد من الطائفية لانه لحظوا ان المسألة الطائفية في سوريا مسألة عنيفة جدا وعميقة جدا جدا شيع وسنة بقى وهنبتد نخبط في بعض والمنطقة كلها تتعد تأسمها موقف فاصل موقف حقيقي سليم جدا حاضر جدا واضح جدا قوي جدا مش خضع للمزايدات واحنا ما عندناش حاجة للإيجار لا أرض ولا عرض ولا جيش ولا شرطة فيش حاجة لدينا للإيجار نحن نتحرك وفق مصالحنا الخاص مصالحنا الوطنية ده تعرض ايه عاما مع أمن الخليج لا يا حبيبي أمن الخليج برضو أمننا لكن أمن الخليج إمتى لما يكون فيه اعتداء وعدوان مباشر على أي بلد من بلدان الخليج إحنا كشعب هنطالب القوات المسلحة ونطالب الرئيس السيسي إنه هما يحموا إخواتنا مش هنسكت يعني الشعب مش هيسكت نفسه لكن واخد الجيش بقى وطالع تحارب انت حر كل واحد حر دي قصة ودي قصة مع كل التقدير لأي قرار يتخذ في أي بلد عرب هم أحرار فيما يتخذونه من قرارات ونحن أحرار أيضا ترجمة نانسي قنقر